نظمت الاتحادية المهرجانية للجيدو أمس بالعاصمة نواكشوت المهرجان السنوية للجيدو وذلك بالتعاون مع إدارة الرياضة الجماهيرية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وجهة نواكشوت شملت فعالية المهرجان عروضا فنية لأندية اللعبة إضافة إلى تقديم الميداليات للفائزين الأوائل في نهائيات البطولات الجهوية والوطنية للجيدو الخاصة بفئة النشئين بمشاركة ما يقارب مئتي لايب من ممارس رياضة الجيدو المنتظمين في أندية هذه اللعبة القتالية الأنقية على مستوى العاصمة نواكشوت انطلق المهرجان السنوي للجيدو المنظم قبل الاتحادية الموريتانية للجيدو عبر نادي ماري للجيدو الذي يعد من بين أعرق أندية الجيدو الوطنية وبالتعاون مع جهة نواكشوت وإدارة الرياضة الجماهيرية بوزارة الثقابة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المهرجان تميز بتقديم شهادات التكريم والميداليات للأشبال الذين تمكنوا من إحراز المراكز الأولى في البطولات الجهوية والوطنية لهذه الرياضة الغتالية وذلك قبل أن يتابع الخضور وروضا متنوعة شملت مختلفة الأسادي بالبنية لهذه اللعبة الأولوبية خاصة تقنيات ناقي وازا التي تهدف إلى إصغاط الخصم وإفقاده التوازن السيدة ماري الحسين جالو رئيسة نادي ماري الجيدو والمدربة الأولى لهذه اللعبة في بلادنا والحكم الدولي عبرت في كلمة لها خلال المهرجان عن سعادتها بتزامنه مع الذكرى الثانية عشرتها لتأسيس النادي مذمنة العناية الكبيرة التي تقرى بها الرياضة في بلادنا والرياضة القتالية على وجه الخصوص من لدن رئيس الجمهورية والقطاع الوصي وكذا الدعم المستمر لاندية اللعبة من قبل جهة واكشوت واتحادية الجيدو ويقام مهرجان الجيدو كل عام وذلك مع بداية انطلاق منافسات الموسم الرياضي للجيدو في مختلف ولايات الوطن